عزيزي المشاهد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتمنى من الله كل شي يكون بخير وعلى خير وكل شي يكون بصحة جيدة كيف ديما وكيف العادة مرحبا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من برنامج صحافة الشارع يوم سبعة في شهر 11 1978 تولد النجم المصري محمد محمد أبو تريكا نجم الكورة المصرية بالمواقف ديالله قبل الكورة أبو تريكا تزاد في أسرة فقيرة الأب ديالله كان يخدم في معمل ديال الطوبية عنده ثلاثة ديال لولاد وبنت أبو تريكا وخايا كان صغير في السن كان يمشي للمصنع ديال الطوبية يعاون ببعض كان يعاون الأب ديالله على مصاري في الحياة ومتطلباتها كان يشطب المعمل وهز الطوبية حتى تعلم كيفاش إقاد ديك الطوبية الخدمة في المعمل ساعداته بزاف باش يكتاسبوا واحد القوة بدانية علماته كيفاش يتحمل ضروف الحياة القاسية ما صنع طوب يعني؟ آه ما صنع طوب يعني يعني زي ما بقولي درجت في الوظائف حوالا كنت بقى كنس الأرض بجانب إن أنا بعد كده ترقيت بعد كده وبقيت يعني تودي الأسمن لماكنة الطوب عشان تعمل الطوب عائلة أبو تريكا كانوا مسررين باش يكمل تعليمه رغم الظروف الصعبة بقى كيتقاتل كيتقاتل حتى تخرج من كلية الأداب من جامعة القاهرة حب أبو تريكا لكرة القادم بدأ منذ نعومة أظافره من اللي كانت عنده سبعة ديال السنوات كل شي كانت تنبأ له بمستقبل كبير في كرة القادم من اللي وصل السن 12 عام تقبل في واحد النادي الاسم دياله تيرسانا المدرب ديال الفئات الصغرى ديال هادي النادي ماخداش أقل من خمسة ديال الدقائق ديال الاختبار هادي خمسة دقائق كانت كافية باش يقنعوا أبو تريكا ويضموا النادي مسيرة أبو تريكا في عالم المستديرة كانت غادي تسالي والسبب كثرة الغيابة دياله على التداريب من اللي المسؤولين سولوا الأصدقاء دياله وعلى سبب الغياب دياله قالوا ليهم بل لي والديه ما عندهمش باش يشتريوله حداء رياضي الإدارة قررت استدعي عائلة أبو تريكا وعطيتهم واحد المبلغ مالي باش يشتريوا قاعدك شي لناقص أبو تريكا ثلاثة ديال السنوات كانت كافية باش يولي أبو تريكا من أحسن لاعبين ناشئين في مصر أبو تريكا كان السبب الرئيسي باش الفارق دياله طلع للدوري الممتاز المصري واخا أبو تريكا كان يلعب في وسط الميدان كان ديما كي يدي هدف الفارق والأهلي والزمالي كانوا كيتسارعوا علش كون غا يضم أبو تريكا اللول هو يقرر أبو تريكا يختار النادي الأهلي حيث هو النادي القريب لقلبه والمفضل عنده عند العائلة دياله والأصدقاء دياله وللمعلومة من اللي كان صغير أبو تريكا مش هدار اختبار مع نادي الأهلي ومتتقبلش والسبب كان هو البنية الجسمانية اللي كان فيها كانت حالته ضعيفة بزاف هذا الجمهور اللي سمعتوه كيغني دابا هذا جمهور الأهلي اللي في أي مقابلة في أي مناسبة كيغوتش على نجمه المفضل أبو تريكا شنو اللي خلى أبو تريكا وخحبس الكورة باقي عزيز على الجمهور المصري وعلى جمهور الأهلي ابو تريكا رمشي عزيز على جمهور الإهلي عزيز على الجماهر العربية وخحاء أعلام السيسيعية ما يبغي تيستخصر على أبو تريكا ديما أبو تريكا عزيز عند المصريين وعند قاعد العرب اللي معروف في عالم كرة القدم اللاعب كيف يعتزل كرة القدم الجمهور هي ينساه ولكن ابو تريكا من بعد الاعتزال دياله عزدي حب الناس له والسبب المواقف دياله الرجولية المواقف دياله المشرفة تجاه القاضية الفلسطينية أبو تريكا بشي عشبك ناديرا ما كتلقاه كيهضر على رأسه الناس اللي كتهضر عليه وبالمزيان ماشي بالخايد الناس ديال المنطقة ديال أبو تريكا كيقولوا باللي كان كيقدم ليهم يد المساعدة بلا ما يعرفهم وبلا ما يطلبوها منه وكان ديما أبو تريكا كي مشي عد الناشئين ديال النادي الأهلي وكي تبرع عليهم بالأحذية الرياضية باللي أبو تريكا كيفوز بشي بوطولة كان كيجيوا رجال الأعمال الكبار في مصر كيبغوا يعطيهم مكافأة كان كيرفضها وكيعطيهم الحساب البنكي ديالشي جمعية خيرية كيقول لهم حطوا الفلوس في هذا الحساب البنكي أنا بفتخي أبو تريكا أنا مليش دعوة أنه هو انتماء السياسي وعادين أنا عايز أقولك عليه حاجة أنا شاهد يعني الإنسان دوت جيت في مرة أنا عدنا له مليون جنيه جايزة من موبيلين وكده بدل ما ياخدوا مليون جنيه راح متبرع بيها للملاجئ وكده وبتاعه ما فهمتش علاش لعيف حل أبو تريكا هات السيسي مانعو يدخلو المصر ومسلط عليه إعلامو كيروج عليه شي هادراء بحل ما تعلان قال لك أبو تريكا كيمول الإرهاب وكينا إعلاميين من وسط مصر اللي كسروا القيود وخرجوك يدافعوا لأبو تريكا تخدموا القانون وقولولنا بكرة الصبح ايه هي إدانة أبو تريكا طلعوا هلنا وقولولنا أبو تريكا مدن في كذا وكذا وكذا بالدليل والبرهان القاطع الذي لا يقبل الشك والتأويل ساعتها نقتنع غير كده ما عندكوش الدليل ولا برهانة لديكم على إن أبو تريكا لا إرهابي ولا موّل عمليات إرهابية ولا بيش عارف كذا مسمعش كلمة عن إرهاب أبو تريكا ده بس سؤال مطروح علاش نظام السيسي عنده مشكلة مع أبو تريكا أي نظام ديكتشوري في العالم كيلقى أي واحد عنده شعبية واسط البلاد والناس كاش بغيه كيديروا اللي في جهدهم باش يكرهوا الناس فيك بكلامهم أي بكلام ما عنده الأساس لا راس عاد زيد كيف قلت لكم أبو تريكا تاريخه معروف بالمواقف الرجولية خرج في مظاهرة ضد حسنين مبارك في تورا ديال يناير وبعد المجزارة عودتيني ديال بورساعد اللي مشى ضحية تنين وسبعين مشجع من جمهور نادي الأهلي موقف أبو تريكا كان واضح وصريح الضامن مع الضحايا ورفض يلعب المقابلة ديال السوبر وخاقرر النادي تاخد ضده إزراء نادي الأهلي في ذاك الوقت كان أبو تريكا هو العاميد مباشرة بعد ذاك المقابلة حيدولو شارة العمادة هات الشي كامل حيت الضامن مع جمهور ديال فرقته واش في نظاركم أبو تريكا محتاج شرويطة باش يتربع العرش الحب ديال الجماهير العربية كيف كيعرف كل شي الكورة كتسالي ولكن المواقف الرجولية كتبقى ديما راسخف أدهان الجمهور اللي معروف على أبو تريكا عمره رد على شيء إعلامي أسائله مخلي بنادم يقول اللي بغى من اللي يسولوه علاش ما كترتش على انتيقادات استشهد بموقف سيدنا أبو بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم من اللي أسائله أحد الأشخاص دايما يحضرني موقف النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني في ملخص الحوار كان أحد يشتم أو يسب أبا بكر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فمرة شاتم أبو بكر ما بيردش مرة تانية ما ردش التالتة بقى سيدنا أبو بكر بشر فرد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه لأبو بكر إن كان الملايكة بترد عنه الناس اللي كي هاجموا أبو تريكا في الإعلام الناس كتسترزق ما عندهمش دعمية ما عندهمش مبدأ في حل ديك العصابة الإعلامية اللي عدنا في المغرب اللي هجمت على اللاعب حاكم زياش اللي ديما تهوه غيبقى كبير في عينين المغاربة وقع المسلمين وقع العرب في حل أبو تريكا العصابة الإعلامية اللي دويت عليها مغاربة كلهم كيعرفوهم واحد بواحد غير هو اللي معروف كتر ما كينش يجوج مغاربة يقدروا يتناقشوا رخصهم ولدنا اللي وصلوا لها دابا متالان شنو اللي دار حاكم زياش باش يستبعدوه من المنتخب المغريبي يقد ضامن مع أخوتو في غزة ووجه لهم الحكومة المغربية فين كين الفعل الجرمي هنا قال دك شي اللي خصويت قال واش هكا كان جازيوا الناس اللي خلواوا الإغراءات الأجنبية واختاروا بلادهم أنا بالنسبة لي حاكم زياش ماشي لاعب عادي لاعب صاحب موقف عقله عليهم زيان فهد اللاعبين ديل هد الجيل دابا اللي كينن فهد الجيل الحالي أكتر لاعب غايب قي يدقى يدقروا التاريخ هو اللاعب حاكم زياش شفت مجموعة ديل المسيرات تضامنية مع غزة وفلسطين في المغرب فيها بزاف ديل الناس مرتادين القامس باسم زياش بالنسبة الناس اللي كيقولوا زياش سالة ما بقى عندهم ما يعطي المنتخب فحل هد الناس اللي كيقولوا فحل هذا الهضرة كون شافوا لهم غير شي بلايس حد ذوك العصابة الإعلامية زياش عيشوا ما تروجوا عليه باللي هو متكبر آناني كو كان آناني ديل بالصح ما غاديش يضيع مستقبلهم على المنتخب المغربي على قبل القادية الفلسطينية هاد شي كيديروه الناس اللي قلبهم شبعان بحب الله قاع المقربين من زياش كيقولوا زياش عمرو خددرهم من المنتخب المغربي قل كيجي ركب من جيبه ويلعطاوه شي حاجة كيفرق على الصطاف والخدامة وكيبشي طويل وخاتعيه وتروجه أخبار زائفة لزياش حب المغربة لزياش عمرو غايتبدل غمقاو ديما نحسو به واحد منا ودبلادنا ظروفو بحل ظروفنا زياش واحد الباطل اللي ما بدلته لشهرة لفلوس ديما كي تكلم عن المغرب بفتخار فحل تقول عايش وسطنا والفضل كامل كيرجع لأم دياله المرأة الآسيلة اللي زرعت فيه تمغربية ديال بالصح لما ملفجبة تشوها هذه ولكن ما لقيت قلت سيسيب قلت سيسيب قلت سيسيبانا كنحلم سيسيبانا في المغرب الذي نسكته على حقوقنا النفسانية والحقوقنا الفيزيك التي نتعرض لها بهذه الحقرات سيسيبانا وغمال ديته بأنهم يدلونك بحلاكة وتكون فيكتم ديالانا يقولونك الطيارة عمرات وآخر فقرة سوف نختم بهذا الفيديو سوف ندوي على الممثلة صحر الصداعي اللي خرجيت في فيديوك تقول فيه باللي مشات المطار ديال الطيارات وهي مقطعة ورقتها وفي الأخر منعوها من الصافر قالوا لها طيارة عامرة إلا بقيتوا عاقلين عد كنت دويت في إحدى الحلقات غير تلك اللي هنا اللي هنا على واحد المهاجر المغربي ووقع عليه نفس البلان اللي وقع مع صحر الصداعي هاد الشيء كل نهار كي وقع في المطارات المغربية كل يقدر يخرج يهدر على حقه وكل يسكت ما فهمش المئات ديالناس يخرجوا يتشكوا ويقولوا باللي بلايصم يتباعوا في الطيارات وباقي حتى يجيها ما تدخلات ولا وضعت حد لها المشكلة وأخطر ما قالت في الفيديو صحر الصداعي هي من اللي قالت واش هاي دولة واشنو بني كلبون ولا فينا نايعا انا وش دولة هاي واشنو ما فهمش ما فهمش دولة اللي المواطن مغربي يقطع لهم بيديل وميطلعش في طيارة اللي معروف على الفنانة المغاربة معظمهم ما كيقدروش ينتاقضوا الأوضاع ديال البلاد بالعكس هما كيغطيو وكيطبلو من الفوق ولكن اللي خلى صحر الصداقي تهدر هاد المرة هي حسة براسة ضلمات وتحقرات فهد الموضوع ديال صحر الصداقي عندي مجموعة ديال الأسئلة كيدوروا في راسي علش معظم الفنانة في المغرب من اللي كيشوفوا شي واحد تحقر كيضربوا الطم ومن اللي كيتحقروا هما عاد كيخرجوا يهدروا علش من اللي كيخرج شي مواطن عادي كيتشكى من شي حاجة دراته ما كيتسوق لي حتى شي واحد ومن اللي كيخرج شي فنان وكيهدر علشي حاجة دراته كل شي كيخرج يضامن معاه وذيك الموضوع كيدير ضجة دابكن خرجت أنا وكوغلت واش هادي دولة ولا شنو كونوا مأكدين غاد ينوضوا لي ويقول لك أجب الدولة للهدرة را عندك مشكلة مع الشركة ديال الطايران من اللي هادي غير صحر صداقي خليها تقول اللي بغات وباش ميت تفهمش كلامي مقلوب أنا ماشي ضد صحر صداقي تهدر على حقها أنا معاها وكان علم أمام المالة على التضامن ديالي معاها غير هو كيفما الشعب كيتضامن مع الفنانة في أي حاجة كتضرهم خذكم حتى انتم الفنانة تضامنوا مع ذاك شي اللي كيدور الشعب وإلا ما قدرتوش تقولوا ذاك شي مباشرة بغينا نحسوا ذاك شي في أعمالكم الفنية الأعمال الفنية اللي مبقعت فيها ريحة المواطنة ولا الوطنية وانتي يا أختي صحر صداقي يلحسيتي براسك تحقرتي وطلع عليك الدم حيث مشات عليك الطيارة وما غادش قدر يتوصل للمهرجاء اللي انتي مشاركة فيه كينا مجموعة ديال الشباب في المغرب مساكن مشات عليهم الطيارة ومشا عليهم التران وما قادرش يوصلوا يحقوا أبسط أحلامهم في هذه البلاد نطلبوا امر الله يشوف من حالهم إلا وصلت تحت اللهنة ما فيها باسها باطل تحت وخلي تعليق غير عكس فهدو كل فينا قع ما كيحنو قل رأيك يا صاحبي منين خايف تيق بي يا رك يخافوا منو ها هو مشا عمي كان معاكم دك اخون اللي كتعرفوه بلا ما يحتاج يسمي